بس رغم رد أيضا اللي كان بهدوق شديد جدا إلا إنها ما كانش هادية خالص من جوا كريت بتفكر فيه إنها مش قادرة تستحمل عايزة تنط دلوقتي على رقابته وتغرس في سكينه وتموته عمر الامبراطور نفسه متضايق وقال كنت الخاين دلوقتي حيدير زهره لبلاده ورحل لها روحي لجلاديون بصفتك ابنة الدو جلاديا ومجرد ما توصلي اتحركي بصفتك البومة بتبتدي المانوها بنت مسجونة تلاحظ السجان لمنصة الأهدام وشها مليان جروح من شدة الضرب اللي هيرا تعرضت له والناس عملة تهتف وتقول اعدموا الشيطانة بصت البنت بعيد وشافت وليل عهد المملكة المعادية جلاديون واقف وجمبوا بنت السيدة اللي خدمت طول عمرها كأنه شمس الأمل في حياتها ميردي بنت الامبراطور بيردي امبراطور بلدها وعلى الرغم من كرهات شديدة لمردي إلا إنها مش عارفة تشكرها إزاي بسببها عارفت إنها عاشت طول حياتها مجرد دمية وغمضت عينها وهي بتفكر في كل اللي مرت بي ووعدت نفسها في آخر دعصة في حياتها إنها حتى لو ماتت مش هسامحهم أبدا وهنا بقى جهة الوقت إن أعرف مين دي وإن لخليها تتعدم البنت دي بقى تبقى آيدن غلاديا بنت الدوك غلاديا بعد ما مات وريدها الدوك هي المفروض تبقى الدوكة بس ساعتها بسبب صغر سنها قرب منها الامبراطور وطلب منها إنها تيجي الأصر ولإنه مستنمش العرش بطريقة شرعية كان عنده عقدة نص كبيرة قوي من عيلة غلاديا القوية فطلب من آيدن في الوقت ده إن هي اللي يتجيله الأصر تحت حكت يعني إنها البنت الوحيدة تبقى يسفرية غلاديا وعشان يحميها هيخليها تيجمع في الأصر الامبراطوري ووعدها ساعتها إنهو هيكون الأب والأم ليها ويحميها من أي حد يضرها يعني من النهاية كده دهك على قلها بكلامه المعصول وبكلامه المعصول ده قدر إنهو يخليها الكلب بتاعه اللي تقدر إنها تعد رقبة أعدائه ومن ساعتها بقت القاتلة الرئاسية عند الامبراطور ريموند وزعيمة مجموعة البومة وعلاقها الكامل الامبراطور ريموند امبراطور بيردي كي بتصك فيه جدا بس طبعا في النهاية هو خنهم وفتكرت آيدن حصل معاهم في آخر عملية اختيال ليهم كانوا رايحين تحت أمر الامبراطور هيو مجموعة هدان وجينا ولوك يقتلوا الأمير التاني لامبراطورية جليدهم أكبر امبراطورية معادية ليهم وفعلا بعد ما اقتلوا هما بيهربوا اكتشفوا إن الجنود كان عارفين بوجودهم وعملونهم فخ بس عرفت تانجو في فضل زمن هدان اللي يمسك الصخرة عشان يهربوا ولأن المكان كان بينهار قال لي آيدن وجينا إن هما يهربوا وهو حينقذهم ومجرد ما هربوا جه الجنود عشان يقبضوا عليه بس رقوا مع متفجرات وده انفجرها فيهم ومات هو الجنود ولما وصل آيدن وجينا لزمنهم الرابع لوك لقوا لوك بيقولهم إن هما يبعدوا لأن المكان محاصر حاولت جينا إنها تطلع بسرعة عشان تساعدوا بس وقفتها آيدن علشان الخطر وساعتها الضرب عليه سهام وقع قدامهم ومات وقتها عرفت آيدن إن هما وقعوا في فخ وإن الامبراطور ضحى بهم فضلت آيدن تعايت على الحصل ده بس جينا فوقتها وشدتها وقعت لها إن هما لازم يمشوا بسرعة وفعلا هما اللي اتنين هربوا بس وسوا نهاية مزدودة تارى نهاية الطريق ده منحضر وهم بيلفوا عشان يرجعوا من الطريق لو الجنود حصروهم قال لهم قاعد الجنود إن هما قاتوا لأمير التاني للمملكة ولازم يتقبل عليهم بصت جينا لآيدن وقعت لها إنها لازم تهرب وترجع حياة بأي ثمن وهجمت الجنود وحتفكر فيهم كنبيلة بس القاعد قتلها قبل ما تفجر كنبيلة وفي النهاية أبضوا على آيدن تقطع تفكير آيدن والحارس عمال يقول جرائمها قبل ما يعدمها إنها قتلت الأمير التاني امبراطورية جلاديون واتحكم عنها بالموت لإنها بتهدد السلام بين الدولتين ويضع القابل في النهاية بتنفيس حكم الاعدام وتنفيس حكم الاعدام بس فجأة سحيت آيدن لقيت نفسها في الغابة مع زمالها جينا ودان فطلت مستغربة وبتصرخ إزاي ده حصل أنا متأكدة أن أنا موت هو ده ما كانش حلم قامت جينا عشان تطمن عليها وسألتها هوا أنت كويسة قربت آيدن إيدها من وش جينا وقالت لها هوا أنت كويسة بجد أنا أكيد أنا بحلم رضي عليها دان وقال لها مش عارف أنت بتحلمي وقال لها بس شكلك متوترة رح بصدها لوك وهو قاعد فوق الشجرة وقال لها هوا أنت كويسة تكرت آيدن ساعتها تضحيات زمالها اللي ماتوا بسعب غباءها والطرق اللي ماتوا بيها وإزاي هم مؤنخذوها وقالت نفسها ده ما كانش حلم أنا لسه لحد الوقت حسب وجه التعذيب اللي أنا أتعرضت لي لدرجة أن أنا ما كنتش قادرة أن أنا أخد نفسي ولسه سمعت صوت الناس اللي كان بتشتمني والطبول اللي كانت قبل إعدامي أنا متأكدة أنا ده ما كانش حلم وقابضت على إيدها وسألت جينها وإحنا رايحين فين بالزبط بسطلها جينها وهي مستغربة وفتح بقها وراحت قلت لها باستغرب إحنا هنا بندور على التعرب العجوز الغربان فكرت آيدن أكيد قصدها كونتس إنسان وأكبر معارض لإمبراطور ريمون بس المهمة دي كانت متخمس سنين دي كانت آخر مهمة ليا وأنا بوميت بردي وفتكرت آيدن هي زي قتلته وهو كان مستخبي كويس جدا بس هي لقيته وقت ريته في الآخر وفتكرت آيدن آخر كلمة قالها لها قال لها آيدن دي بتي صعبة عليها جدا صعبان عليها إن هم خدعوا كي بس طبعا ساعتها هي ما صدقتهوش وراحت بسط لهم تاني وسألت زمالها وعد وقتها دي رد لك إن هم وعد ثلاث ايام وخلاص قربنا نحن نمسكو بسط لهم أيضا بجدية وقعت لهم لأ أنا مش هلاحق كنت تغرب مساعدينها الثلاثة جدا قال لها دان وهو متفاجئ هو فيه إيه هو إيه هو إيه اللي حصل إزاي بيموت بيردي تتخلى عن مهمة وقت لها جينا وهي مستغربها إحنا لو استمرينا كمان شوية حنلاقيه إن خلاص قربنا نوصل جليديون ردت آيدن إنها عارفة ده كويس جدا بس هي مش عايزة تخاطر إنه أكيد قدر إنه هو يخبي نفسه كويس في جليديون وقعت لهم وتاني يوم لما رجعوا عسامة بيردي كراهام رجعت آيدن بيتها ساعدتها جينا لمساعدة بتاعتها في الشار وشارقة آيدن الحالة اللي بيغير لون شعرها ورجع لون شعرها تاني للون الأحمر فندت المساعدة تشتيكي وتكلم آيدن إن شعرها بقى مقصف جدا لازم تهتم بيه حتى يعني لو كامت بومت بيردي بس ما تنساش إنها في النهاية ابنة الدوجلاديا وريها الحق إنها تبقى وريسة العرش القادمة ساعدن ما كانتش مركزة معها أصلا كل هيك بتفكر فيه زي حصل معها كده ويطرها ده حيخلي نهايتها المراتية تختلف هي مش لازم أبدا إنها تعيد أخطأها الغبية دي مرة تانية لازم تنتقم من ريموت وتسدد ديونها لي ألعاف أعطيت آيدن جينا وقعت لها إنها دلوقتي لازم نها تقبل الامبراطور ومش هتتأخر بس في الوقت ده هي لازم تجمع بسرعة بقية أعضاء فريق بومة وفعلا قمت آيدن عشان تستعد وراحت عشان تقبل الامبراطور جاية تلابسة فستان وجازمة بكعبة عالي مش تبسي أسود بتاع البومة وهي دخلة فضلت تهدي نفسها وتقول إنها لازم تصبر لازم تمسك أعصابها لإن العنف حيبوص كل خططها دخلت الامبراطور وحييته ونادته بشمس بردي الوحيدة قال لها إنها جاية تقبله بعد ما فشلت في مهمتها بكل وقاحة كده مسلت آيدن واعتذرت له على فشلها طلب منها إنها ترفع رأسها وسألها استخبع فين الكونت المراضي ردت عليه إنه هو استخبع في جلاديون بس رغم رد أيضا إنه كان بهدوق شديد جدا إذا إنها ما كانش هادية خالص من جوا كريت بتفكر فيه إنها مش قادرة تستحمل عايزة تنط دلوقتي على رقابته وتغرس في سكين وتموته عمل الامبراطور نفسه مدى وقال الكونت الخاين دلوقتي حيدير ظهره لبلاده ورحل لها روحي لجلاديون بصفتك ابنة الدو جلاديا مجرد ما توصلي اتحركي بصفتك البومة حييت أريان الامبراطور وقيت له أمرك ومشيت بعد ما مشيت أريان رحت عشان تقابل بقيت فريق البومة هي والمساعدة جينا وهي ماشية في اللي اتفكر في مملكة جلاديون المملكة المعادية وإلي وصل الحل لكده بين المملكتين في الحقيقة المملكتين بيردي وجلاديون من وقته طويل جدا في حرب بينهم بس الزيتت في الفترة الأخيرة بالذات بسبب محاطر امبراطور ريموند التوسعية وفضلت أيضا تفكر لحد ما وصلت لبيت في الغيبة وده كان المكان اللي بتتقابل فيه مع بقيت أفراد البومة سألها ده اللي كان من نتظرها احنا لسه رجعينه وإحنا عندنا دلوقتي مهمة جديدة ردت عليه أيوة هنروح لمملكة جلاديون استغربت تاريطة جدا وسألها هو ده بسعبت تاريطة بالعجوز ردت عليه أيضا أيوة بس المرات دي هنروح بطريقة مختلفة أنا ابنة الدو جلاديا لأن ابنة الدو جلاديا هي الحل الأوسط للخلاف بين الدورتين يعني هتروح على النار هنا هناك لفترة على ما يعني على حسن النية وقالت لدان ولوك يروحوا هم قابلهم لجليدون على أنهم تجار رجعت أيضا الأسر وهي بتفتكر الكلام اللي قاله لها كنت قبل ما تقتلوا في حياتها اللي فاتت وقالت نفسها كنت كان عارف الحقيقة هي لازم تقابلوا بأي طريقة هي لازم دلوقتي تعرف الحقيقة ورمود ببوها بس وهي بتفكر في كل ده خبطت في ميردي بنت الامبراطور سألتها ميردي هونت بتفكري في إيه غريب جدا أنت تكوني ضعيفة قوي كده بس عملت تتحرك في كل مكان من جر حتى ما تتعبي حييتها آيدل وانحنت لها وفتكرت آيدل لما زرتها ميردي في السجن بعد ما تقبط عليها وقتها هيتلها أنت غبية جدا زي والدتك بتي مش عارفة حتى مين اللي سمم والدك وأيضا بتفكر قربط لها ميردي وقطعت تفكرة وقالت لها أنا عرفت أن أنت زرت الامبراطور من شوية ردت أيضا أيوة لأن أنا كنت تعبانة بقلي فترة فعدت عليه بعد ما تحسنت كنت عايز أسلم عليه بعد فترة طويلة قلت لها ميردي قبلتي مقابلة خاصة عشان كده بس ردت أيضا الامبراطور عارف أن أنا خجولة ومش بحب أتكلم مع الناس كتير وانت كمان عارفة ده مش كده سألتها ميردي وهي مش مصدقة أيضا تكلمته في إيه لأن أنا مش مصدقة يعني أن أنت جدي تحييه بس كده ردت عليها أيضا هو أنت بتقولي عليها كدبة وعطيتها ميردي وقالت لها سمعت أن أنت رايحة للجليدون استغربت جدا أيضا أن ميردي طلعت عرفها ضحكت ميردي وقالت لها أنا فيش حاجة بتستخبع عليها في القصر ده معموما ما تتحمسيش قوي كده أنا كنت تفكر أن أنت رايحة في نوزها بس تتلعتي هناك رايحة كراهينة علشان حفظ السلام بس تلعها ميردي وضحكت وقالت لها احفظي بقى شكل كل حاجة هنا كويس قبل ما تمشي لني دي هتكون أخر مرة تشفي فيها ميردي أنا سمعت أن الملك وولي العهد بيرعبوا الوحوش هناك بيخلي بالك من نفسك ورح تمشيت ميردي وثبتها بس تلعها أيضا وهي مشى وقالت هبقى حط ده في بالي كويس قوي عدت الأيام وجهزت أيضا وجهه وقت تصفرها وهي في طريق صفرها في الصحراء قالت جينا إحنا مسافرين في الطريقة أنه 15 يوم سارت آيدن لو هي كويسة ردت عليها آيدن إنها كويسة ما تخافش ورحت ساريتها عند دان ولك ردت جينا إن هم أكيد بخير يعني وإن رغم إن دان رجل عجوز وأصلع بس أكيد نفذ مهمته كويس اتسمت آيدن وبصت على إيدها وقالت لها بعد كل القتل والجروح اللي مالت إيدي دلوقتي إيدي بيتشبه إيد الطفل مسكت جينا إيدها وقالت لها أخيرا رجعت إيدك إيد سيدة جميلة ردت عليها آيدن إنها كده كده أساسا هترجع تتشقق تاني لما تمسك السيف أحبطت جينا وقالت لها إنها لازم تباعد بقى عن السيوف هي اللي هتحميها ما تخافش بس وجينا بتتكلم لحظت حاجة فجأة رحت بسط من الشباك بسرعة سألتها آيدن هو في حاجة ردت عليها جينا إنها حاسة إن في حد بيرقبهم بسطت آيدن من الشباك بس ما رقيتش حد بس في الحقيقة كان فيها لفة اتنين بيرقبهم من بعيد ومغطين وشهم واحد فيهم قال له وهي دي بقى أميريت بيردي أيوة هي كده هتقابل جمعيتنا خلال يومين وقال الأولين النفسه أميريت بيردي تفاكر إن أنا هشوفك في وقت قبل ده بس واضح إن الوقت اتأخر شوية وبعد يومين وصنت عربة آيدن لعاصمة جليديون بدلت آيدن مستنية في العربة ومش عارفة تدخل إمبراطورية جليدون لأن جنود جليدون كانوا عايزين يضيقوها هي واللي معيها كانوا عايزين يأخروا تخولها بأي شكل جالها واحد من حراس وقال لهم ما ليش أخرناكم بس طبعاً انت رازم تحذرونا كل ده بسبب لجراءات الأمنية بسبب ده اضطرين لن احنا نأجل استقبالكم خرجت أيضاً من العربة هي وجينا ولقيت باب المدينة مقفول قالت للجندي ما تقوليش أن أنا هفضل وقفة هنا عشان لجراءات الأمنية رد عليها الحارس أكيد لأ طبعاً وخبط الحارس على الباب والفتحة البوابة استدعى المسافة من الباب للأصر كبيرة جداً قالها الحارس مو مع الأسف هتضطر تمشي لأن العربات مش هتدخل الأصر وفتكرت أيضاً في حياتها اللي فاتت لما كانوا عايزين يمشوها في طرق مختصرة عشان يوقعوا في الفخر اللي كان عام ننهلها قالت أيضاً لنفسها أنها أكيد مش هتوع مرة تانية في الفخ ده وعملت نفسها أنها تعبت وقوم عليها من شدة التعب جريت الخدم بسرعة عشان يجي بولها ميا والحارس خاف جداً أول ما شاف أيضاً قوم عليها وطبعاً جينا ما كانتش هتسيبه أيضاً تمثل كده لوحدها دخلت جينا طبعاً في المصرحية وقايت له هاي بتعيط أن أيضاً تعبنة جداً لأن جسمها هش والطريق كمان زود تعبها ومع ذلك هم عاملين يعملوا فيها كده هم أكيد كان قصدهم يزودوا تعبها صح؟ قالها الحارس وهو خايف أن هم مكنوش يعرفوا أن هم جايين النهاردة ومجوم قبل معدهم بيوم وحاول الحارس أن هو يبرر موقفه بس طبعاً جينا كانت خلاص هتكسب الحوار بس لصوحة الظهر في الوقت ده ظهر وليه عهد جليدون وقال لهم هو إيه اللي بيحصل هنا بالظبط ارتبكت جينا جداً من ظهوره وقالت إن الأميرة تهبنى جداً قالت أيضاً لنفسها هو أنت إيه اللي ظهرك دلوقتي هو أنت ظهرت دلوقتي بسبب اختلاف الأحداث أنا كنت جاية وكل أمل إن أنا حاول آخر إن أنا أشوفك هلقد مقدر بسيط أيضاً للأمير لقيته بيسأل الحارس هو أنا سألت إيه اللي بيحصل هنا بالظبط رد الحارس إن أميرة بيردي وصلت وتعبنى جداً وتأسف وهو خايف وقال إنها خلطته عد الأمير من جنب الحارس ورحشر أيضاً ومجرد ما شالها كلهم اتخدمت صرفاته الحارس وجينا وحتى أيضاً طلبت منه أيضاً إن هو ينزلها بسرعة قال لها ده مستحيل طبعاً ورح بصيلها وقال لها ما تنسيش إن جسمك مش ملكك ده رمز للدبنمسية بين البلدين قالت أيضاً نفسها وين الرجل ده بالظبط والأمير شايلها عشان يوصلها للأصر افتقر حواره مع الملك لما قال له إن فيه ضفا جاية من بيردي وطلب منه الملك إن هو يهتم بيها كويس سأل ساعتها الأمير الامبراطور تفتكر إيه الخدعة اللي هي جاية بيها بالظبط إن إمبراطور بيردي معروف إن هم ربيها زي بنتو بصي الأمير على أيضاً وفكر عشان كده فضلت إن أنا أجمع عنها معلومات إن دي أول مرة أشوفها بس على عكس التوقعات شكلها مريضة جداً ولا هم عايزينها تموت هنا ويستخدموا ده ضدنا يعيني الأمير غلبين جداً ما يعرفش إن الضهيفة اللي هو شايلها دي أترت كم واحد المهم أول ما وصلت باب القصر نزلها وساعدتها جينا شكرته أيضاً وناديته باسمه الأمير دايسون بصلها وقال لها شكلك عرفاني كويس المهم ردت عليه إنها قبل ما تيجي درست شوية عن ثقافة جريديون رد عليها آه تمام رح سألها لو هي عايزة قابل الامبراطور ردت عليه أيضاً إنها لازم تحيي قال لها تمام تعالي معي بس هي حاولت إنها توقفه وقالت له إنها ممكن تروح لوحدها عادي وصرد عليها إن هو كمان عايزي قابل الامبراطور كسفت آيدن واضطرت إنها تروح معي وفعلاً رحت معي وقالت نفسها وهي ماشية الأمير دا غريب جداً مش لازم يكون زوء ويوصلني بنفسه خصوصاً يعني إن أنا من بردي تكرت إنها في حياتها اللي فاتت لما جات ما قدرتش إنها تشوفه إلا بعد الثلاث سنين من جودها في كلايدن إزاي دلوقتي جالها كده من أول يوم دا حقيقي مختلف تماماً أي نعم بسبب دا وقتها كان عندها حرية الحركة إنها تتحرك لإنها تبوما بس دلوقتي الوقت تتغير تماماً لازم تكون حذرة لإنها مش عايز تكسب عضاوته هي متأكدة إنها مش هتقدر عليه وهي بتفكر وصل قاعة الامبراطور قال لها دايسون تتفضل تدخل هي الأول دخلت آيدن وحايد الامبراطور بالطرير اسمي للجليدن قال لها الامبراطور شكلك اتعلمتي أدب كلايدن كويس قبل ما تيجي رح بصف وشاة وقال لها انت فعلاً بنت الدوجلادية عندك نفس الشعر الأحمر بصيت له آيدن وقايت نفسها أخيراً أخيراً قابلت الامبراطور النازيه ألبرت اللي بانت كلايدن وعملها امبراطورية كبيرة وعظيمة وسألت نفسها في استغراب إزاي امبراطور قوي زي دا يموت بسبب المرض وفتكرت آيدن أن بعد موت الأميرة التانية على إيدها حالة الصحية بتدت التهور جداً وقصب بالمرض وبعدها فترة قليلة قوي مات تغرب الامبراطور نازارتها وقال لها هوا انت بصري كده ليه اعتذرت له وقايت له أنا مكنتش عارفة ان انت مريد وكمان والدي مات بسبب المرض وجلالتك قلت ان انت كنت تعرفه علشان كده افتكرت الماضي بصرها دايسون هومس تغرب من كلامها كملت آيدن واجهك حقيبي فكرني بوالدي جداً اعزرني على وقحتي رد عليها الامبراطور والدي الكنفار الشجاعة لولا الظروف اللي خلتنا قعداء كنا حيبقينها اصدقاء حسيت آيدن انها كفاية كده ولازم تخرج من الحوار وعملت نفسها تعبانا قال لها الامبراطور انها لازم تروح تستريح شكرته آيدن ومشيت وآيدن جاية تمشي قال الأمير دايسون بصورة عالي الامبراطور خلينا نرجع كل الخدم اللي جم معها اتفاجئت آيدن وبصيت له بس بصيتها دايسون بترفعين وكمل ان هما محتاجين يسيبوا واحد بس من خدمها انه كفاية قوي ان يكون في خدم واحد بس معيها وافق الامبراطور وقال لها انها تختار شخص واحد بس يبقى معها في خدمتها وافقت آيدن وحيته ومشيت بعد ما خرجت آيدن سأل الامبراطور دايسون وقال له ايه رأيك قال له دايسون انها نحيفة جدا وضعيفة ووزنها حقيقة خافة من باية الأميرات قال له الامبراطور طيب في حاجة لسه قدقك منها بص دايسون الامبراطور وقال له انا ما سمعت لسوت خطواتها وهي بتمشي ورايا خطواتها وهي ماشية كانت زي القطة او بمعنى صح زي القطر المحترف رح قال للمبراطور ان امبراطور بيردي مش هنسحب بسهولة كده من الحرب فجأة كده بيمد إيضا الصداقة وبعت لنا أميرة كاربون للصلح اكيد في حاجة في دماغه خصوصا ان دي مش اي حد دي بنته دو جلادية الوحيدة والوريسة الشرعية كمان للعرش بس ووريسة ضعيفة جدا ومريضة كمان فضل الامبراطور يفكر وقال يعني بعت الأميرة بحاجة السلام عشان بعد ما تموت تبقى هي سبب كامل حرب مرة تانية قال له دايسون انا متأكد ان امبراطور ريمون في خطة تانية في دماغه رد الامبراطور معك حق عموما زود المرقب على الأميرة واللي تخدم من هما يخلوا بالهم منها كويس قوي ويمسك عصابك وما تعملش اي عنفة او تهور لحد ما ريج مع قدلة كافية ونعرف بالزبط ايه هتبقى خطتهم هي يا دايسون وخرج من القاعة بعد ما خرج دايسون من القاعة قال له نفسه ايدن غلادية الايام الجاية دي هتبين انت هنا ليه بالزبط وايه هي خطتك نروح بقى لقاية دي اللي كنت لسه بتمثل انها تعبنة وصلتها واحدة من خدمات القصر لاجناحها هي وجينا وبعد ما مشت الخدمة قعدت ايدن ترتاح على الكرسي سألتها جينا بحماسة عن الامبراطور واذا كان شكله مخيف زي ما هم سمعوا ردت ايدن ان هو فعلا شكل ضخم جدا ومش باين عليه المرض خالص وصحته كويسة جدا لدرجة ان هو ممكن يقتل شخصين بلجين لوحده ترعبت جينا وقالت للدرجة دي ردتها لها ايدن هم انا بصراحة دلوقتي فهمت هو لي لقبه الدب الاسود الكبير قايت لها جينا وهي بتفكر بس الامير دايسون مش بالضخمة دي وجسمه كمان مليان عضلات بس طلعها ايدن وقايت لها هو انسى امتى اخدت بالك منه قوي كده ده احكت جينا وقايت لها ده اكتافه عريضة جدا درجة ان انا حاولت اشوفك وهو اشايدك بس معرفتش من اكتافه العريضة وظهره كمان عريض جدا فضلت جينا سرحة في خيالها وما تتغزي فيه جينا بتاخد بالها من حاجات غريبة في اوقات غريبة قوي المهم انه يطلعها ايدن بجدية وقايت لها قريب قوي حيمشي كل الناس اللي جون معنا وهيرجعوا البردي مش هيفضل معي غيرك ردت عليها جينا وانا حنفس كل اوامرك قايت لها ايدن انت رزم ترابي كل حاجة حواليك وتتعرفي على الخدم لان ده حيفيدنا جدا لبعدين وعدة اسبوع وايضا في قدتها ايدن كابتشرب الشاي بتاعها وهي بصة من شباك قدتها وقايت نفسها عدى اسبوع ومشي كل المرافقين اللي كانوا معايا قبل حتى ما يفكش هونطهم والمكان اللي انا فيه بعيد جدا من الاصر الرئيسي هم ببساطة بيهمروني ان هم عارفين ان اي تصرف مش محسوب هيكون سبب لرجوع الحرب بين البلدين ورغم ان انا بحسب كل خطواتي عشان ما الفيتش الانتباه الا ان هم بيرقب كل تحركاتي تو خليني مش قادرة نفس اللي انا جيت عشانه دخلت جينا على ايدن الجناح وقايت لها اني شايف عمل حلويات حلوة جدا وعايزها تدقها ورابت منها لأساس يعني انها بتديها منها راحت قايت لها في السر بقي البوم واسلق لأيدن النهاردة الصباح وعملت جينا كده لان هم ممكنوش توحدهم في القوضة كان فيه حد بيرقبهم من خرم السقف قايت لها جينا وشكتها بان قوي حطت ايدن ايدها للراسة وقايت لها راسي رجع يوجعني تاني مسكت جينا ايدها وقايت لها حاول انت ترتاح على السرير في الوقت ده قدت جينا ايدن حاجة في ايدها قلعت ايدن الحاجة اللي تدها لها جينا وبسرعة صرخت جينا وقالت للخدمة عشان تنجل الدكتور راحت الخدمة بسرعة عشان تنجل الدكتور وجينا ساعدت ايدن انها توصل للسرير جيه الدكتور بسرعة وحياها وده يعرفها على نفسه وزعائد فيه جينا وقالت له وصيبك من التحية دلوقتي وتعلى شوفها هي تعبنة جدا قرب منها الدكتور وفحص نبضها وكشف عليها بصت جينا بخبص للدكتور وهو بيفحص أيضا وقالت نفسها في غرور مش هتعرف أبدا السبب لأن ده سم آمن أنا عملته بنفسي ورجعت قالت للدكتور وهابت مثل القلق هي السيدة بخير عرفت إيه السبب في تعبها في بيردي رغم شهرة الدكاترة هناك بس محدش أبدا عارف إيه السبب مرضها بس أنا سمعت إن ده كاترة في جلايدون عندهم خبرة كبيرة أو في مجرية أدوية وفي أدوية مفيدة في جلايدون أنت ممكن تعرف إيه مرضها وتلاقي له علاج مش كده لها الدكتور وهو متوتر إن بسبب الحم عندها هو مش قادر يشخص مرضها مسلت جينا أنها أحبطت وكمل للدكتور أنا وصفت لها خفض حرارة لازم تاخده وشوية وحاجة مرة تانية عشان أفحصها ولازم تساعدها ترتاح في الفترة دي شكرته جينا وبعد ما خرج من القوضة بصت جينا وتأكدت إن فيش حد بيرقبهم ودي الدواء تاني لأيضا عشان تتحسن ولما خرج الدكتور لقى واحد من محراس مستنيه برا القوضة وقال له إن في حد مهم جدا عايز يقابله راحوا الدكتور معاه ودخل القوضة ظلمة وكلموا راجل قاعد على الكورسي سألوا اللي قاعد في الظلمة عن حالة الأميرة قاعدا بصت الدكتور للشخص اللي قاعد على الكورسي ولقى الأمير دايسون سألوا الأمير هي فعلا الأميرة تعبنة جابوا الدكتور في حيرة إنها تعبنة ودي أول مرة يشوف حالة مرضية زي دي ودلوقت إدها خفض حرارة وشوية هيرجع يفحصها مرة تانية هي ضعيفة جدا فمش عارف يفحصها قال له دايسون يعني هي فعلا تعبنة وانت روحت عشان تعالجها قد الدكتور أيوة وهو أنا حكدب ليه بصروا دايسون وقال له أنا بكلم نفسي وشاور له عشان يخرج قبل ما يمشي الدكتور وقفوا الأمير وقال له إن المقابلة اللي حصلت بينهم النهاردة دي كأنها ما حصلتش وصروا الدكتور وقال له في خوف أكيد طبعا ورح مش بسرعة ودل دايسون قاعد ما كانوا عمالي يفكر في آيدن وفي نفس الوقت فقضت آيدن آيدن كانت تبدأت تتحسن بعد العليك قامت آيدن من على السرير وسألتها جينا سكانت تتحسنت ردت عليها آيدن ما تخافش يا بقت كويسة قلت لها جينا وهي زعلانة إنها مش بتستحمل تشوفها تعبانا كده رغم يعني إنها تعودت وهي اللي عاملالها السم ردت آيدن وهي مبتسمة إن محدش يقدر يعمل السم وعليك كويسة اللي هي بتعمله طبطبت آيدن على كتفي جينا وسألتها على مكان البومين تانيين عشان تقابلهم وبطبطت آيدن تجهز نفسها عشان تخرج وتقابلهم سألتها جينا لو هي متأكدة من قرارها إنها تروح لوحدها ردت عليها آيدن إن مفيش حل تاني إن هم ليسا بيشكوا فيهم بيرقبوهم وبعدين المساعدة الوفية لازم تكون جنب سيدتها المريضة في قضيتها وتعتني بيها ردت جينا بس سنع الآن عليكي قوي قفيت آيدن ما قلت لها لأ هانتقى الآن إن أنا سيبك لوحدك نقطت آيدن في الفتحة وقالت لجينا أنا هرجع بالليل قبل ما عاد تغيير المنابط اللي بيرقبونا ومجرد ما مش يتآيدن حدت جينا عروسة شعرها أحمر على السرير كأنها آيدن بس نيمة في نفس الوقت ده كانت آيدن ما شاف الممر قالت آيدن نفسها إنها فاكرة ممر ده كويس جدا كان بتدخل منه وبتخرج كتير في الممر اللي فاتت قبل المطهق وصلت آيدن لنهاية الممر وغطيت راسها وفتحت باب الممر السري تمنى بجد تكوني كونسة جديدة عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا استنوني في البارد الجاي مش هتأخر عليكم باي اشتركوا في القناة